السلام عليكم إن شاء الله بخير إن شاء الله حنبلش بمحاضرة الميلنغ اللي هي الطحن عمليات الطحن فقبل نريد بالطحن خليجي نعرفه شنو الطحن هي أي عملية نسويها للبارتكال حتى نصغر حجمها إذن الميلنغ is the reduction of the particle size هي عملية تصغير أحجام البارتكال نصغر حجمها نخليها بشكل صغير ليش نصغر البارتكال لأن أهواي فوادي رح نتكلم عنها خلال هالمحاضرة زيان ممكن أكو أدوية مثلا غير ذائبة فنصغر حجمها يصير ذائبة زيان وممكن نستفاد من عملية الميلنغ أو الطحن بالدراينغ بالتشفيف وإلى آخرها من الفوادي الثاني إذن فإحنا دائما نصغر من حجم البارتكال لأن أكو فكرة ببانا أكو هدف ببانا نريد أنطبقه زيان فهذا هو كمقدم يعني على الميلنغ زيان دي يقول لك هنا بالبداية few materials used in the pharmaceuticals exist in the optimum size نادر ما تحصل جزيئات أو بارتكالز حجمها يكون مناسب زيان زيان نادر ما تلقي جزيئات حجمها مضبوط لازم تلعب الحجم يا أما سوي ميلنغ زيان اللي هو بهالمحاضرة رح نتكلم عن الطحن أو ممكن نكبر من الجزيئات زيان جرانيوليشن وهي الأخرة أوكي زيان ميلنغ is the mechanical process of reducing the particle size of solid هاد يعرف هاد يقول لكم هي العملية الميكانيكية زيان اللي عن طريقة رح نقلل من حجم البارتكالز زيان أكو عدة مصطلحات طبعا للميلنغ إلى أكثر من مصطلح مثلا عنده combination crushing disintegration dispersion grinding pulverization وإلى آخرة كل هاي مصطلحات للميلنغ زيان أوكي وهالي المصطلحات على شنو يتم الاعتماد يعني بيستعمالها شوك تنستعمل مثلا كلمة combination شوك تستعمل crushing إلى آخرة نستعملها حسب البرودكت مالتنا المنتوج اللي صار عندنا زيان الأدوات اللي قاعد نستعملها العملية اللي قاعد صير هال الأمور تحدد المصطلح اللي حنستعملها بعملية الطحن زيان يعني إذن يترى مو نفس المعنى يعني أكو اختلافات بسيطة بيناتن تحددها البرودكت والأكيوب منت والبروستس زيان من نجي إحنا غالبا نعبر عن الحجم البارتكالز فشور رح نعبر عن حجم البارتكالز زيان يعني نريد نقول هالبارتكالز هل قد حجمها فنستعمل فد وحدات مثل ما الطول نقيسها بالمتر زيان والوزن نقيسها مثلا بالكيلوغرام أوكي فهنان البارتكالز نقيسها بالمش زيان المش خل أشوفكم صورة عالية هسه هذا المش اللي قاعد نشوف تشايفين المنخل مو شايفين المنخل أو السيف زيان يكون هكي بيها مثل هال مربعات موجودة بيه زيان فالمش يحسب لك عدد المربعات اللي بالإنش الواحد تمام يعني من أقول مثلا عشرة مش يعني هذا سيف مالت يحتوي على عشر مربعات بالإنش الواحد زيان شايفين المنخل ما علاقة بالحجم مالت البارتكال المالت من أقول عشرة مش كسايز البارتكال يعني هال سايز عفو هال بارتكال حجمها حجم عشر مربعات تمام إذا قلت عشرين مش يعني البارتكال ماتي حجمها حجم عشرين مش وإلى آخرة زيان العلاقة بين السايز of the particle and number of مش شنو العلاقة بين الحجم والمش هل كل ما زاد المش راح يكبر الحجمات البارتكال لو يظهر شا تقولون انتوا ستخيل التأثير من أقول لك عشرين مش وثلاثين مش عشرين مش يعني عدك عشرين مربع بالإنش الواحد ثلاثين مش يعني ثلاثين مربع بالإنش الواحد برأيكم يهو السايز رح يكون أكبر ويهو السايز رح يكون أصغر أكيد العلاقة هنا حتكون شنو حتكون inverse حتكون عكسية زيان كل ما زاد عدك عدد المش كل ما معنات البارتكال ما تكزغيرة حال أوكي وكل ما يقل عدد المش زيان كل ما البارتكال هيكون حجمها أكبر فتلاحظ هنا من إجهة مقسم لك الميلر من مقسم لك الأجهزة الطاحنة حسب السايز مالة الشي اسمه مالة البارتكال زيان مقسمة ثلاثة أقسم كوريس أنترميديات وهمات عدنا الفاين شن الفرق يسببين ذول الثلاثة إذا تتبع على الكوريس قيل لك بارتكال سايز لارجر دان عشرين ميش يعني أكبر من عشرين ميش زيان أكبر من عشرين ميش شنو معناتي يعني حجمها أكبر من عشرين زيان يعني يعني مثلا تساطعش ميش وجوه لو واحد وعشرين وميش وفوق شي قصد هنا شو تقولون من أقول أكبر من عشرين ميش يعني تساطعش ميش وجوه لو واحد وعشرين وميش وجوه اذكر احنا اشكرنا العلاقة عكسية بين أعداد الميش والسايز فمن أقول أنا أكبر من عشرين يعني المفروض تساطعش وجوه لأن العلاقة عكسية تمام أوكي انترميديت هنا انترميديت هذا قبل انترميديت خلو رح الفاين الفاين دي الميش يعني ميتين واحد وفوق لو مية وتسعة وتسع وتسع وجوه اكيد ميتين واحد وفوق زيان الواسطي هنا حجم البارتيكال حيكون انترميديت يعني بين الكور ريس والفاين يعني بين العشرين والميتي زيان والميش نقدر نحاول الى مايكرون فشوف هنا انا احاول لوحدات الميش الى مايكرون زيان يعني عشرين ميش يقابلها اربعة وسبعين مايكرون ميتين ميش يقابلها ثمانمية واربعين مايكرون كلها وحدات قياس البارتيكال سايز زيان فعرفنا ستمنوا عدنا عدنا كوريس تبير انترميديت وفاين هاي التقسيمات حسب شنو حسب البارتيكال سايز زيان هذا يقول لك هنان نقدر نستعمل طاحونة زيان نستعمل طاحونة وممكن تطيك اكثر من حجم زيان يعني الطاحونة مش رو تطيك حجم واحد دام تطيك زيان فممكن هسا هاي الطاحونة اللي هو الهمر همر طاحونة ما تشاكووش زيان هاي الطاحونة مات شنو المميز بيها. دي يقول لك تقدر تستفاد منها بالغرانيوليشن. تحضر بيها إذن غرانيوليس جهات الحجم مالته غالبا يكون 16 ميش. زيان. او ممكن نحضر بيها الكريستيليين. الكريستيليين باودر. الجهد يكون حجمه 120 ميش باودر. فاذا شوفون هنا نقدر نستعمل جهاز يحضر لنا أكثر من حجم. فهذا الهمر أبو تشاكوج. يقدر يحضر لك جزيئات حجمه 16. يعني ها بعملية الجرانيوليشن. أيضا انه يقدر يحضر لك جزيئات بحجم 120 ميش. زيان. نستفاد منها طبعا هاي. بحاطة إذا الريد كريستل. مالباودر. اوكي. هنا هنأ عدنا فهذا مصطلح مهم. اللي هو اسمه specific area. شين ها specific area. زيان. ال specific area هي surface area per unit of weight. يعني مثلا بالواحد جرام. اش قد عدي surface area للمادة مالتي. اوكي. هاي نسميها بال specific area. زيان. شنو علاقة السيرفيس. السيرفيس سيرفيس. اوكي. هاي نعرفها. زيان. خلني جاسا نتكلم على فوائد المال انجليش. انا دا نطحن. احنا مو قلنا احنا قاعد نطحن لين اكو فوائد. حاني جايز نتكلم على هالفوائد. اول فائدة. ال dissolution and therapeutic efficacy. زيان. اتخيل المادة مالتك مثلا هي غير ذائبة بالسوائل مالتك الجسم. يعني بالحامل مالتك المعدة مثلا او بالانتستن او بالدم. غير ذائبة. ما رح يصير هلا امتصاص هاي الادوية. زيان. اللي نحجمها مثلا تشبير. فش سويته زغر من حجمها. من حظ زغر من حجمها شبابنا. ايش رح يصير بالسيرفيس اريا حتزداد. ومن يزداد السيرفيس اريا كل شي زيان رح يزداد. يعني الذوبانية تزداد الامتصاص يزداد. ال therapeutic efficacy يزداد. زيان. بس شغلة واحدة مو حلوة اللي هالتوكسيسيتي هم حتزداد. التسمم من هالا الدول. اوكي. فكل ما يزداد السيرفيس اريا شباب خلي بالك كل شي يزداد. زيان. فرح الاضابة مات المادة رح تزداد. زيان فحتكون هاي الادوية ذايبة بالمعدة مثلا. فحيصير لها امتصاص. بالتالي حتكون therapeutic effect. لها تأثير فعال داخل الجسم. زيان. هاي خاصة نقل من هاي ال reduction of the particle size مهم. للparticles اللي تكون loyosoyubility. اوكي يعني الparticles اللي عندها ذوبانية عالية. فماكو فايدة يعني يتزغر من حجمها. بس اللي ذوبانيتها قليلة ايه. هنا اكو فايدة من انه انت تزغر حجمها. زيان. اكستراكشن. الادوية موجودة وين هي بالاخر الادوية بشكل عام يما نلقاها بانسجة نباتية يعني داخل اوراق. او نلقاها داخل انسجة حيوانية. زيان. فمن انا اريد استخلص هذا الدواء. اخذناها بالعقاقية. تتذكروا من اريد نستخلص الدواء من ورقة. زيان. فشون انا حسنسوي هاي العملية. اه مات الاكستراكشن. اجيب الورقة هاي مالتي مات بيها. هذا بساء اللي ما راح يسوي. راح يخترق هاي الورقة ويسحب كل شي موجود داخل هاي الورقة. من من دواء واذر موجودة داخل هاي الورقة. زيان فهنا هنا شون فايدات المالينغ انت هناك من رح هاتيش تطحان هاي الورقة. هذا النسيج اطحنها. سغر من حجما. انت بنفس الوقت راح تطحن الورقة وحوتطحن الدواء الموجودة أيضا داخل هالورقة. فهتزغر من حجما وحجم الورقة ايضاً حيصغر فرح يزاد surface area ما تدوها فبالتالي رح ينسحب بسهولة اكثر ويا السائل او بمعنى اخر الاكستراكشن حيصر اسهل وحتى ال Penetration of the Liquid اختراق اللي هاي الورقة حيكون اسهل لانصغر حجمها ازيان فهنا نتيجي الفائدة الثانية هي بالاكستراكشن الفائدة الثالثة حتكون بالدراينج بالتشفيف اهنان انت من تريد الجفف بشكل عام اكون شغلتين تأثر على دراينج اللي هي temperature and thickness of the material الثخن مات المادة ماتك اللي قاعد جففها فمن انت تطحن المادة ماتك الثكنيس ايش بيه ش رح يصير بيه رح يقل ازيان واللكود هو وين موجود بيه بالاخر احنا حتش انا محاضرة دراينج اذا تذكروا لازم انتو قارنها المحاضرة قلنا الليكود موجود داخل الماتيريالها فاتخيلت الماتيريالها ماتك الثخن مالتها قل فانتقال الليكود من داخل الماتيريال الى السطح هيصير بشكل اسرع لانقل حجم الماتيريال او thickness مالتها زيان وبنفس الوقت انتقال الحرارة الى داخل المادة هم رح يكون اسهل فبالتالي دراينج رح يزداد كل ما احنا انسوي reduction of the size of the particle او كل ما انزيد surface area زيان flowability التدفق بشكل عام تذكرونها حتشانا يمكن عليها بسالفة الميكسنغ انت particle size ما تريدها تشبيرة لان اذا كانت شبيرة فمعناتها من رح نجي نفلترها اوكي رح الباودر هذا ما رح يتدفق لان حيكون الحجم مالتها اكبر من حجم الفتحة الموجودة بالفلتر اوكي الفتحة الموجودة او الرفس الموجودة بالجهاز فما رح يصلها فلتر لان حجمها شبير واذا حجمها صغير فهنانا رح تكون الجزئات حتنجذب نحو بعضها البعض زيان فبالتالي رح تصير عندك مشاكل بتدفق ما رح تدفقها المواد بشكل زيان لان هي اصلا شو نقول منجذبها نحو بعضها البعض زيان فعملت الفلتر ما رح تكون اصعب فالتما تريدها لا تشبيرة حال ولا صغيرة حال تريدها بشكل وسطي فممكن اني جي هنا نستفاد من عمليات ميلنج زيان ميكسنج او بلندنج من انا اجي اخلط او بلندنج بشكل عام البارتكال سايز انا اريد يكون بشكل يونيفورم سايز اريد كل بارتكال ما تكون الها تقريبا نفس الحاجة ما اريد ذاك الاختلاف بالاحجام زيان يعني ما اريد بارتكال صغيرة و بارتكالس شبيرة ليش تخيله ستي عندك بارتكالس شبيرة و بارتكالس صغيرة زيان البارتكالس هاي الصغيرة ش راح يصير بها؟ رح تنفصل زيان رح تنفصل عن البارتكالس الشبيرة ليش حتنفصل شبابنا لأن بكل بساطة بين البارتكال الشبيرة وفتحات هاي تقدر تطب من خلال البارتكال الصغيرة زيان وبالتالي راح تنفصل الجزيئات الشبيرة عن الجزيئات الصغيرة أنا ما أريد هذا الشي تمام أنا أريد دائما الجزيئات مخلوطة مع بعضها البعض وبشكل متناسق ما أريد جزيئات الصغيرة عدة بجيهة وجزيئات بجيهة لا أريد uniform distribution زيان الفائدة الثانية بعمليات الكالرينج من أنا أريد أضيف مادة ملونة للشي يسمى البروداكت مالتي زيان فآن حاستفاد إنه هذا الكالرينج ايجينت هاي المادة الملونة أجي أطحنها أوكي شو الفائدة من طحن هاي المادة الملونة زيان حتى أتخلص من المشكلة اللي هي اسموها الموتول عند يونيفورم from patch to patch شنو هنا موتول مرات تلاحظ أطيك مثلا شريط ما الحبايات مثل ما الأسبارين هذا الوردي أوكي راح تباوع أكو حبايا يعني طوخ حل وردية واللوخة مو كلش طوخ أوكي فهاي الحالة نسميها موتول زيان أما patch to patch مثلا أطيك شريطين أسبارين راح تلاحظ في شريط مثلا وردي حل والشريط الثاني ما بي أي لون زيان فأنت حتى تتخلص من هاي المشاكل شي سوي تطحن coloring agent تطحن المادة الملونة مالتك وتجي تضيفها بعديا لل 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 product مالتك زيان حتى تتخلص من مشكلة الموتول and different patch to patch uniformicity زيان formulation بشكل عام من أنا يجي أصنع بعض الأدوية يعني أحتاج ممكن لبريكنت هاي لبريكنت أيضا يفضل لأنه أنت تطحنها زيان إذا أنت ما طحنتها راح تصير لتعدك ممكن هو المشاكل يعني ممكن البرودكت مالتك يصير sticky زيان لأن هنا البريكنت شبيرة فممكن ترتبط مع بعض هالبعض زيان فممكن يصير sticky بس من أجل أنا أصغر الحجم مالتها هاي اللبريكنت راح أضمن أن هذا اللبريكنت هيصر فقط حول الجزيئات زيان حول particles multi زيان راح يحيط لل particles multi بشكل مضبوط فهنا تجي الفائدة أنه طحن اللبريكنت الفائدة الثانية من أجل أنا حضر الأويتمنت والكريم هاي بشكل عام الأويتمنت والكريم هي عبارة عن سائل وبداخل أكو particles زيان تخيل انت هذا particles شان حجمها تشبير مو حيكون gritty يعني من تجي أنت تلزمة مثلا هذا الأويتمنت أو الكريم يعني حتحس بال particles زيان حيكون شي مزعج حتى من حت تخلي على يدك يعني بحيكون في شي مزعج فش تسوي تحت تخلط من هاي سالفة الغري تطحن هاي تطحن particles مالتك زيان حتى تحصل على smooth زيان smooth texture better appearance زيان و physical stability أوكي كل هالتل إن شاء الله تحصلها عن طريق المilling of the particles زيان also the segmentation rate of the suspension and emulsion is a function of the particle size and is reduced by milling أيضا عملية segmentation بشكل بال suspension السسپنش شنو عبارة عن solid particles dissolved in أو distributed sorry in liquid material زيان السسپنشن أو المعلق هي عبارة عن جزيئات شوية particle شبيرة حتكون نوعا ما زيان معلقة أو منتشرة بداخل liquid زيان وهي تدرون أنت ورا فترة من الوقت ممكن تترسب أو يصل لها sedimentation هاي الجزيئات زيان ويال وقت يصير لها sedimentation أوكي ليش يصير طبعا عملية sedimentation هذه بسبب 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 أنه هالجزيئات يعني مذائبة فقط منتشرة فممكن نتيجة التأثير الجاذبية تترسب أوكي زيان فهنا شنو علاقتها بالparticle size كل ما أنت زادت كل شنو علاقة الكتلة بالجاذبية طردية كل ما زادت الكتلة كل ما زادت الجاذبية فهنا كل ما كانت الparticle شبيرة كل ما السدمنتشن حيكون أسرع فأنت هنا الزغر من particles أو أسويلها ملنج حتى تقل من هذا السدمنتشن زيان بالتالي رح يقل السدمنتشن عدك بالسسفنشن زيان المعلقات بشكل عام حتى شايفيها المعلقات قبل تستعمل العلبة ما تدو هذا يقول لك رجه ليش قاعد رجه لأن هي متراسبة زيان فأنت من رجه رح ترجع هالبارتيكال سنتشر مرة ثانية زيان الشون نقدر نحن نقيس السايز ديستربيوشن طبعا هتلاحظون نحن نقيس السايز ديستربيوشن من نجي نقيس حجم بارتيكال ليش ما نقيس حجم البارتيكال لأن حجم البارتيكال قياسة ما لا فايدة أنت عندك أحجام مختلفة كل شوية مختلفة فأنت بقصة وحدة أنت عندك بعد مليون حجم ثاني فمن آن أحاول أقيس السايز ما تل بارتيكال ما أقيس مثلا القطر أو الشي لا أقيس فش اسم السايز ديستربيوشن زيان أشوف كل حجم وش قد نسبته بالعين مالتي مثلا الحجم أبو 50 مايكرو ميتر كم حبايا أمو 50 مايكرو موجود عدي زيان أروح على حجم أبو 100 مايكرو ميتر أبو 20 مايكرو ميتر أشوف شقد موجود عدي بالعين مالتي وهكذا فهي شان أقيس أقيس سايز ديستربيوشن زيان فش الأجهزة اللي يتمكن من قياس سايز ديستربيوشن عن طريق المايكروسكوب بالمايكروسكوب أشوف بالمنخل مثل ما اللحظ هنا هذا المنخل ديشوف شون مطلع لجزيئات كبار وصغار وشوي شوي كل ما نتجه نحو الأسفل كل ما شنو كل ما حجم البارتيكول سايز وعداد السي فيش ديصر بيها قاعد تزداد عملية الترسيب أيضا تذكرون سيدمينتيشن كان عندنا معادلة أخذناها بالفيزيكال فارماسي كانت تربط بين البارتيكول سايز والسيدمينتيشن رايد زيان فأيضا يقدر نستفاد من السيدمينتيشن زيان نجأ أسا هذا المخطط لاحظ انتبع لهذا المخطط اللي هو ستراس وسترين ستراس هو القوة سترين هو شون نقول الجهد أو الطاقة إلى آخر المهم هنا نعدنا بارتيكول دي نسلط عليها طاقة زيان فتشوف احنا كل ما قاعد نصلي الطاقة أكثر فهنا لعدنا elastic deformation زيان elastic deformation يصير لعدنا هاي النقطة حتكون reversible شنو هنان يعني هنان انت من قاعد تطحن هاي المادة مالتك أوكي مصلطت عليها قوة ممكن هالمادة إذا وخرت إذا وخرت مصدر الطاقة ترجع إلى شكلها الطبيعي زيان بعدين نحنوصل لها النقطة اللي لها yield point زيان وبعدين هنان هنوصل نقطة plastic deformation أو fracture strength أوكي بهالنقطة راح تنكسر particle مالتك حتنطحن يعني هنان راح تكون irreversible يعني إذا وصلت هالنقطة لها plastic deformation أو fracture زيان هاي النقطة راح تكون شنو irreversible يعني حتى إذا أخرت مصدر الطاقة راح المادة ما تكرح تبقى كما هي ما راح ترجع شكلها الطبيعي فالشيال المهمة تعرف شوكت هي العملية irreversible وشوكت هي irreversible بالإيلاستيك irreversible بالبلاستيك irreversible زيان وهنا ندي يجي يشرح لك طبعا زيان المخطط هذا يقول لك إذن هنا يجي عالم اسمه هوكي زيان يجي فسر هذا اللينير شوف هن المخطط هنا لينير كان خط يفسر زيان ديقل لك سترس رح تكون علاقة طردية وسترين كل ما زاد السترس كل ما زاد السترين أو بالعكس زيان أما هذا اللي هو يونج جعالم فهن اسمه يونج موديل هذا عرف السلوب طلع لعنا الميل مالة هذا المستقيم اللي هو شنو يعبر الميل هنه يعبر عن شنو يعبر عن softness اللي of the solid and dynes per square of this centimeter فهن يقول لك هنا الميل مالة هذا المستقيم على شنو يعبر يعبر عن stiffness أو softness عن اللي اشقد صارت عندك المادة مالتك لينة زيان اشقد مالتك صارت لينة من انت صلطت عليها قوة بوحدات ال dyn بال centimeter زيان اوكي بعدين مثل ما قلنا المخطط هذا مالتنا سترس سترين راح يصير ان لينير مو خطي هنان من لحظة yield point زيان هنان ديصر عندنا resistance ديصر عندنا مقاومة لل سترس اوكي مو اكو سترس ديصر على البارتكال مالتنا في البارتكال مالتك لتحاول تقوم هال سترس فهي هنا بال yield point زيان بعدين اذا ازتمرت هالقوة بشبابنا راح نوصل ال بلاستيك دي فورميشن هنا هتكون irreversible زيان ريفير زيبول هنا الشكل مات البرتكال راح يتغير وما راح يقدر يرجع الى شكل الطبيعي بعملية الملينج زيان it is random matter if when and when a given particle will be fractured زيان بالعملية مات الملينج العملية حتكون شوية يعني عشوائية random عملية الطحن حتكون هنا عشوائية زيان ديقول if a single particle انتم هنا ملاحظة مهمة ديقول single particle اذا احنا عدنا جزائعة وحدة is subjected to sudden impact زيان يعني صلطنا قوة مفاجئة على particle مالتنا وانكسرت زيان اذا عدنا particle وحدة خلتخيل طوبة صلطت عليها قوة زيان فيقول هاي الطوبة راح تنكسر راح تنكسر هاي الطوبة مالتك زيان فمراح تنكسر هاي الطوبة راح تنكسر طوبات اصغر منها زيان فحصر عدد طوبات شوية شبيرة طوبات صغيرة وطوبات انترميديات زيان زيان اذا هاي الطوبة الشبيرة مالتي ليها اول وحدة اول ما بديت اه بالعمل يوم مالتي طوبة شبيرة كل ما انتصل لطاقة اكثر على طوبة شبيرة زيان كل ما الاعداد البرتيكلز الشبيرة راح يقل زيان ويزداد عندك اعداد البرتيكلز الصغيرة ديشوفون اذا ينش ديصر عندنا انت كل ما تزلل الطاقة كل ما عداد البرتيكلز الجزيئات الصغيرة يزداد بس اللارش بارتيكل لا راح يبدي يقل عددها ديقول لك كملاحظة هنان مثل ما تشوف هنان هاي تلف اسطور هنان It seems that the size of the fine particles is related to the internal structure of the material إذن ديقول لك الحجم مالة الجزائيات الصغار أو البارتكال الصغار اللي علاقة بشنو بالstructure مات الماتيريال بالتركيب مات المادة ماتتك زيان بس بالنسبة للارجة البارتكال يعني الجزائيات الكبار السايز مالتها رح يكون إلي علاقة هنا بعملية الكمينيشن القاعد نطبقها بالبروسس شنو هنا انت عملية الطحن القاعد يسويها مو احنا قلنا عدنا هواي عملية عدنا كراشن وعدنا ملن وعدنا بالفرزيشن إلى آخره شنو نوع البروسس اللي قاعد نطبقه فهذا البروسس رح يكون إلي علاقة بيمن بالارج بارتكال زيان والstructure إلي علاقة بيمن بالسمول بارتكال أوكي هاي الملاحظة المهمة هنا زيان هاي حاجينا عليها قلنا إذا إذا القوة مالتنا ما تخطط الإلاستيك لمت زيان إذا القوة مالتنا ما تخطط الإلاستيك اللي هو هذا إذا ما تخطينا الإلاستيك لمت فحتكون عملية reversible بس وخر مصدر الطاقة حترجع البارتكال إلى شكلها الطبيعي زيان ولكن إذا تجاوزنا الإلاستيك إذا تجاوزنا الإلاستيك فحتكون العملية reversible زيان وش راح يصير البارتكال راح يصيرها fracture راح تنكسر زيان طبعا يا قبل لا تنكسر الماتيريال قبل لا يصيرها fracture بيصير بيها crack خلا شوفكم شنو crack شوف هذا يسمونه crack هذا الشق crack بالعرب يعني شق فأنت من تبدو الصلط قوة على البارتكال الماتك ش راح يصير بيها راح يصير بيها هذا الكراك اللي وهذا الشق بعد الكراك يصير عندنا fracturing تنكسر يعني حصير هسا هاي الحجارة حصير جزيان زيان فهذا هو الفرق بين الكراك والفراكتشور زيان فأنت من تصلت قوة زيان فحيصير عندك الكراك بعدين fracture زيان وطبعا كمية القوة اللي حنصلتها حتكون علاقتها طردية بالكراك كلما الشق كان شبير زيان فكلما أنت حتحتاج طاقة عالية حتفكسر هاي المادة والعكس صحيح كلما زغر حجم الكراك الشق هذا زيان كلما حتحتاج أنت طاقة أقل حتى تكسر أو يسوي fracturing للمتيرة مثل ما مكتوب هنا بالملاحظة زيان the strain energy required for fracture is proportional to the length of the crack هاي الملاحظة الهنان زيان ديقول لك الانرجي اللي نحتاجها الطاقة حتكون علاقتها طردية بالكراك زيان mechanism of combination هنان احنا شون حنريجي نطحن فاعدنا هو بروسس مثل cutting نقص compression نضغط impact حسن حنريجي نشوفه attrition ايضا حنريجي نشوف شنو دين المصطلحات فcutting تنفولف application of a force over a very narrow area of material using a shared edge of a cutting device زيان فهنان ادي يقول لك انت حتيجي تقطع الماتيريا المالتك شون حتقطعها راح تطبق قوة بس هالقوة surface area مالتها حيكون كل شي صغير على الparticle المالتك لاني تخيلتها هي فتشي حاد هذا الشي الحاد surface area مالتها صغيرة حيل زيان فمن تجي انت مثلا ستينة اوكي تجي تخليها على الparticle المالتك زيان فأنت هنا الستينة اثرت على surface area صغير من الparticle زيان هو هذا الديق الزيانان زيان over a very narrow area of material زيان فهنان اشي راح نستعمل مثل ما قلنا حنستعمل فمواد الطرف مالتها يكون حاد وصغير مثل ما قلنا ستينة الى اخرى فهيها عملتك بكل بساطة مجرد انت عدك particles وعدك شون الشفرات او 60 knives زيان وقاعد تقصقص بالparticles زيان compression اهنان الضغط اهنان الماتيرال ما تكصير بيان شو ننقول حديدتين زيان وهي الحديدتين واحدة اثنيناتهم ليضغطون على الparticle فنتيجة ها الضغط على الparticle زيان فالماتيرال ما تكصير بيها راح تنكسر زيان امباكت راح تكسرها break it زيان اهنانا بالاتريشن بالاتريشن شبابنا يشبه الكمبريشن هما عندنا الparticle صالة بين جسمين زيان بذول الجسمين الواحد يتحرك عكس اللاخ زيان فاش راح يسبب الparticle هاي راح يصير لها share stress راح يصير عليها قوة معينة فايضا راح تنكسر حاجة اوضحها بالصورة هاي العمليات كلها حتى تتوضح لكم الفكرة فسشفوا هاسها الصور اللي عندنا هنا اه توضح انها كل الامات اللي حتشينها فسعدنا هذا compression تشوف شوان عدنا هاي سطح وهاي سطح وبينو صار الparticles زيان ورح تنطحن عندنا الماتيرال اما هنان بالshare هاي هنا هنا sharing ليصر عندنا sharing دي شوف شون هنان القوة شون دي صير قلنا بالshare stress او بالsharing تكون perpendicular تكون موازية للشكل مالتك فهنان القوة موازية او stress او القوة بشكل موازي للparticle المالتي فحيصر عندنا sharing مثل ما اللاحظة هنانا الآترشين هو هاذا هم عندنا سطحين حديدتين وبنص لمادة مالتنا والمواد زيان بس قلنا واحد ديت حركة عكس اللاخ فهم حيصر عندنا نوع من sharing stress وايضا رح تنطحن الماتيريال زيان الامباك دي شوف هسته هاذا السطح هاذا السطح رح يدفعها الparticle كأنه ما حيدفرها او يدفعها فنتيجة هذا الدفع شبابنا الطاقة هاي ما تدفع رح تنتقل من الشي اسمه الجهاز الى الparticle زيان فهذا الطاقة رح تكسر الparticle مالتنا زيان فها هي الميكانزم of combination أو of the milling زيان زيان اكيوبمنت اهنا هسا حنا يجي على الجهاز اللي نستعمله الطاحون احنا نستعمل الطاحون هاي الطاحون رح تتكون من ثلاثة اجزاء اول جزء اللي هو الفيد زيان هالفيد اللي هو الجزء اللي ندخل به الpowدر مالتنا او الماتيريال مالتنا grinding mechanism الجزء الثاني اللي هو grinding chamber الغرفة او المكان اللي يصير بيها الطحن وهاي طبعا الغرفة اللي يصير بيها الطحن ممكن تستعمل الميكانزمات الcutting او الattrition او الشيرنج الى اخره من الشي اسمع الميكانزم اللي اخرناها قبل شوية زيان ثالث مكان اللي هو discharge بعد ما طحننا الparticle مالتنا هذين وان يروحن لازم يروحن الى غرفة انصفى بيها الparticles اللي طحنناها فهاي الغرفة وهذا المكان نسميه بالdischarge الاكو طبعا فشي اسمع open circuit وclosed circuit milling شن الفرق بين open circuit وclosed circuit الفرق هنا كلش بسيط الopen circuit المتيريال ما تقعد تدخل للطاحون وتنطحن وتروح للdischarge انتهت هاي الopen circuit بالنسبة لclosed circuit هنا لا المادة ما لتقعد تنطحن نعم بس وراه وانت قعد تروح للجهات الثاني او في اكيوب منت ثاني اسمى size separation device او classifier هذا جليسة وهذا وclassifier او size separation device حيستلم الparticles حياخذها حيشوف الجزيئات اللي هي صغار يمررها يوديها لغرفة للدسشارج الجزيئات اللي حجمها لا مو كلش صغيرة او شبير يعني زيان وان حيود حيرجحها للطاحونة حيرجح حترجع تنطحن لمرتلوخ زيان الى ان يصير حجمها مناسب يلا هذا الجهاز يوديها للدسشارج فهذا السيستم الثاني طبعا الclosed circuit حيكون احسن من الopen circuit لان احنا دا نضمن ان الparticles 100% قاعة تنطحن بشكل مناسب زيان وهو نستعمله طبعا بالالترا fine والfine size من احنا نريد particle size ما لتيكون fine يعني كلشي صغير او يكون ultra fine كلشي صغير فنستعمل الclosed circuit زيان هاي ممكن تجي امسك يقولك بالالترا fine تستعمل open circuit لو closed تستعمل closed circuit زيان اوكي فتشوف راح نيجي نقسم الميلز حسب الميكانزم زيان فعدنا ميلز اللي سوي امباكت والميلز اللي سوي compression واللي سوي cutting واللي سوي attrition الامباكت بس عدنا هامر الكتنج بس عدنا الكتر اللي سوي compression عدنا الroller والكولايد والأج and and runner بالنسبة للattrition فعدنا هاي عدنا ال pin وعدنا البول وعدنا vibro energy وعدنا float energy وعدنا spiral jet زيان هسا حنجي احنا على جهاز جهاز او نتكلم عنه نجي على اول واحد اللي هو الكتر هذا من اسمك كتر يعني هذا حيستعمل الاميكانزم مات الكتنج زيان شنو بي هاد جهاز دي يقولك بي rotary knife اوكي بي rotary knife بي ستتاتشين الدور زيان شوف هاي ستتاتشين هنان هاي ستتشين هنان هنان ستتشين خلا اجي اشوفكم صورة هاذا هو الكتر شوف هاي منان ها طرف ما تحيكون طرف حاد فهو الستشين يعني والنايف زيان ويدور يدور حول نفسه هاي تشيدور حول نفسه والparticles داير ما دايرة زيان الparticles شنو داير ما دايرة اوكي فراح عدنا تنطحن الparticles هيت شوف هاي صورة ثانية هاي الصورة الثانية ايضا هو الكترمل هاي الشفرات ما لتنسه وتلاحظ هنان طبعا هيكون بكيس مغلف يعني المفروض هاي الجهاز يكون مغلف بحافظة زيان بالاسفل من هاي الحافظ يعني هنان بهالمنطقة يشوف هالمنطقة السفلية اكو سكرين هاي سموها سكرين هذا الشي اللي هو مثل مثل منخل يسموها سيف داير شوف شونه مزرف هاي شون فاجت الظروف هنان حتى مو اي بارتكولز يتم طحنها يعني تعبر من خلال هاي الشسم الظروف لا هاي الفتحات العفو هنان رايح تحدد لك يا بارتكولز تعبر بالضبط حسب الحجم مالت هنان الشسم الفتحات اللي عندك هنا زيان كل ما هيا اصغر هنان الفتحات كل ما البارتكولز اللي حتتعبر عن طريقة حتكون صغار وكل ما هي كبار الفتحات كل ما البران هتتعبر عن طريقة حتكون كبار زيان فعندنا هذا شي سمونا سكرين وهي الكتر مالتنا وهي حتكون بكيس داخل كيس داخل غلاب بس ما واضح هنا هنا بس المهم هو اكو كيس يغلفها وبالأسفل شون اكو بالبطم هاي السكرين هاي السكرين كلش حتفيدنا بالطحن وهمات حتفيدنا انو تحددنا يا بارتكال سايز تعبر من خلالها وين حتنزل طبعا جوا الفتحها اكو الديسجارج اكو الغرفة اللي تستلم شنو تستلم الجزيئات البارتكالز اللي تمطحنها ففوق هاسا مواضح هي فوق المفروض اكو فيد المكان اللي ندخل منه البارتكالز اهنانا بالنص راح يتمطحنهن هاسا هاي الكتر هاي راح تدور حول نفسها وتطحن بالبارتكالز البارتكالز بعد ما تنطحنها هتروح بالسكرين هاي شوفون هالزروف او الفتحات العفور راح تدخل عن طريق البارتكالز الصغار زيان وانا تروح اكو جوا مثل السطلة زيان راح هناك راح يعني نستلم او تتواجد البارتكالز زيان زيان فهو هيتش الاملات ما تطحن ده صير بالكتر زيان فده يقولك بي من اثنين الى اثناعش ستينة زيان الدوران مالتكالز سريع من ميتين الى تسعمية دورة بالدقيقة زيان ومثل ما قلنا بالاسفل مالتكالز سكرين اللي تساهم بتحديد السايز بالضبط يقدر يعبر من خلال الطاحونة هذي زيان كلش مهمة هاي هنا بالنهاية كلش مهم تعرفونه زيان نستعمل هاي جهاز المن نستعمله للاشياء اللي تكون تاف اشياء قوية مثل فايبر ماتيريال زيان شنو الهنا الميكانيزم أوف كومينيشن زيان احنا سكرنا هاي نستعمله المواد التاف او الفايبرس ماتيريال المواد الفايبرية الميكانيزم هنانا أوف كومينيشن هي كوتينج زيان أو شيرينج اكشن زيان بس ما بيها اتريشن ولا امباكت اذا الميكانيزم قد تكون كوتينج أو شيرينج بالكترمق مهم جدا تعرف شو الميكانيزم اللي عدك هنانا واليا مادة نستعمل هاذا بجهاز كلش مهم هاي مية بالمية يجعلها ام سي كيو نجيس على الجهاز الثاني اللي هو الرولر هاي الرولر اللي هي مثل ما شيفون هذاني زيان عبارة عن شون هسا هاي حلقات زيان ووحدة دور عكس اللوخ اوكي وون هتنطحن بين الطعان بهالمناطق بها المناطق رح تنطحن بين الرولارز زيان وين حتروح بعد ما يتمطحنه حتروح طبعا للشامبر اللي هو هناك رح نستلم البارتيكالز اللي تمطحنه من فوق هنا هنا فيد ريت قاعد ندخل الماتيريال مالكنا للطاحونة هنا هنا الحامبر اللي هو الملنج المكان اللي يصير بيطحن بعدين ورا ما صار ملنج حتنزل جزيئات هنا جوه زيان بغرفة الاستلام استلام البارتيكالز اللي تمطحنه زيان وهو طبعا مشارط بيه ثلاثة رولار ممكن يكون اربعة اثنيان الى اخره بس اكثر واحد شيوعا هو ابو الثلاثة الرولار زيان فخلنا شوفها ساكة ميكانيكية خلنا شوفه اش قاعد عليا فديقوا لك يتكمنتوا الى خمسة رولار مثل ما قلنا يعني كل رولار تفتر بسرعة معينة واعدادا من اثنين الى خمسة زيان ميكانيزم باي كومبينيشن اف كومبريشن اش اذا الميكانيزم هنا هانا هي كومبريشن وايضا شيرين شيرين مثل ما قلنا ذول الرولار يفتروا نحاول المحور ملتن او يفتروا نحاول نفسن زيان الما نستعمل طبعا هاي الرولار مل نستعملها طبعا بعمليات الاويتمنت من اللي جي نريد نطحن الاويتمنت او بيست معجون سسبنشن زيان where both roles are driven but at different speed so the size reduction occur by attrition زيان اناش ديقلك ديقلك احنا نستعملها لل الاويتمنت زيان بايس وايضا بالمعلقات بهاي بهذول الثلاثة شبابنا اهنانا الميكانيزم اف كومبينيشن هي شنو attrition زيان attrition بس بذولي بالميلينج والباست والسسبنشن زيان الريدكشن اف سايد يصر attrition يعني الرولار تتقبل تلف احتمالات compression وشيرينج وايضا attrition زيان نرجي على الهامر مل زيان كستركشر مالته مثل ما تلاحظ هذا استركشر مالته اللي هو هاي شفارات اوكي بيها شفارات وهي مثل تشاكوش حاصل كأنما زيان هي هاي شفارات هتكون هي مثل تشاكوش زيان راح تدق زيان يعني انتو تعرفون تشاكوش زيان تنسحب لي ورا بعدين تندفع تنسحب وتندفع تنسحب فهو نتيجة هاذ السحب والدفع راح تطحن البارتيكالز زيان اللي هاذا نسميها تشاكوش لأنه هو مثل تشاكوش انت تسحب وبعدين تدفع فتندق البسمار فهنا ناسو الشي راح تسحب هي تلقائيا تنسحب تندفع pull and push pull and push pull and push زيان وتفتار طبعا هي هم موجودة بكيس هنان هم اكو حافظة شوف هاي الحافظ هادا الغلاف وهم اكو سكرين هم اكو هنا هسا شوف هاي سكرين ها ممكن مو كلش واضحة بس هي هاي السكرين هنانا هم بيها فتحات شون شوفتها لكم هناك حتى تتحدد أو تتحكم بالsize من البارتكال اللي قدر يعبر من هاي الطاح هونه زيان 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 the hammer is an impact using high speed اذا هاذا الهامر يدور بشكل سريع يعني عشرة هلاف دور بالدقيقة زيان اوكي وبي number of swinging hammer زيان عدد من الشاكوش المتأرجح هاذا شفرات خبوا هاذا الشاكوش رح يكون متأرجح لان مثل ما قلت لكين سحب ويندفع يعني فيسمونا التأرجح swinging زيان المتأرجح 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 هاتتدخل من الفيدر الفيدر هاذا من فوق هاتتدخل من top او ممكن ندخلها من center زيان بعدين رح يتم طحنها هاي المال طبعا هنا mechanism of combination هي impact زيان مثل ما قلت لك هاي شفر هش رح سوي متحركة هي مصحيح رح تنسحب وتندفع هاتتدفع منه هاتتدفع particles زيان هاي particles مو هاتتستلم الطاقة هاي ما تدفع زيان فاش رح يصير بيها رح تنطحن رح يقل particles size من فهنا mechanism of مل هي impact اوكي impact مثل ما قلنا كل جمهة انت تعرف عمل mechanism of combination زيان المتيريلا المال طبعا مثل ما قلنا مو اي material تقدر تعبر من خلال screen هاذي لان قلنا screen بها فتحات فبس اللي يكون اصغر من الفتحات يقدر يعبر من خلالها زيان فالتحت لو بدى عدك الطاحن مثلا جزئات بعدها كبر فهتبقى موجودة عدك بالطاحونة الى ان يصير حجمها مناسب حتى بعدين صرها fall through the screen حتى تسقط من screen زيان راح هتروح بعدين طبعا وراء ما تعبر screen هتروح هتروح طبعا لل discharge chamber الغرفة اللي تم بها استلام particles اللي تم طحنها فهي بالنسبة الhammer ماللهي المكانزم مالته وعرفنا همات الشي اسمه structure مالته mechanism of combination كل مهم انتو تعرف هالامور زيان فهنان particle size يا بابنا اللي راح نحصلها من هذا الhammer على شون هتعتمد هتعتمد حسب الادات المستعم حسب الhammer اللي موجود عدك شكل الhammer وإلى آخرة rotor speed حسب الدوران مالته الشي اسمه مالته تشاكوش هذا كل ما دوران أسرع كل ما أكيد الطحن حيكون أحسن زيان بس أهم شغلتين شباب لأهم شغلتين هي الhammer tip speed and hammer male screen size سرعة الhammer وحجم حجم screen حجم screen وسرعة الhammer زيان هسا حني يجي نشوف تأثير ذاني الشغلتين أنت تخيل منتك الhammer مالتك بيدور بسرعة أكثر أنت كل ما سرعة أكثر كل ما شو معناته أكيد الطاقة اللي عده عالي أكثر فمعناته الطاقة اللي حتنتقل من هذا الhammer للبارتكال حتكون أكثر مصحيح كل ما أنت زيادة السرعة يعني فالطاقة اللي حتنتقل البارتكال هذي حتكون أكثر فبالتالي الطاحن حيكون أحسن زياد لأن هالبارتكال حصل الطاقة أكثر فحتنتحن بشكل أقوى زياد فحنحصل فاين بارتكال أكثر إذا زياد نشنو الhammer tip speed إذا كل ما زياد ال speed إيصير ديصر more reduction in the size of the particles زياد دنحصل more fine particles زياد من thickness مالتها عدد الزوايا اللي ممكن تعبر خلال هالبارتكال راح تقل خاصة للجزاء الشبيرة زياد عدد الزوايا اللي تقدر تعبر من خلال україн أو شاشة اللي جزاء الشبيرة راح يقل فبالتالي الجزاء الشبيرة اللي راح تقدر تعبر sangat راح تقل كل ما أنتي زياد thickness مال الت Davidson فهاي ميكانيكية أخرى تحت تتحصل على فاين بارتكالز أنه زيد من الثيكنيس أو دا سيكرين إذا السرعة بقناها نفسها بس السيكرين زايتنا من الثيكنيس أو الثخن ما لتها بالتالي شنو بالتالي أيضا هنحصل على فاين بارتكالز أكثر وعلى لارج بارتكال أقل زيان لأن عدد الزوايا الأنجلز زيان راح يكون قليل أو أو نارو نارو للبارتكال الشبيرة زيان ألما نستعمل هامر تقريبا دا يقول لك نستعمله لأني أبليكيشن زيان ممكن نستعمله مثلا بالدراي ماتيريالز بالويت ماتيريالز أيضا بالاويتمنت بالسالوريز زيان أيضا ممكن نستعمله زيان وحتى بالباودر ممكن نستعمله فتقريبا كل شي نقدر نستعمل للهامر زيان هنا هنا بالفوائد والديس ادفانتش مات الهامر مل شينيها فوائد الهامر مل والمظار مال تزيان أو السلبيات نقدر نقول شيني الإيجابيات والسلبيات طبعا بشكل عام دا يقول لك نقدر نحنا نحصل على حجمها من 20 إلى 40 ماكرو ميتر عن طريق الهامر مل بس أيضا نقدر نحصل على Ultra Fine Particles عن طريق هذا الهامر زيان زيان وهنا ايضا دا يتكلم على الإمباكت والبارتكال سايز كلما انت البارتكال سايز ما تحجمها صغير زيان فكمية الإمباكت اللي تحتاجها أو طاقية زيان حتى تحتاجها حتى تكون قليلة حتى تطحن هاي الماتيريال والعكس الصحيح إذا كان ما اسمت الماتيريال هذي أو الحجم ما أتيتكبير فأكيد هنانا حتى تحتاج إنته إمباكت أكثر أو طاقة أكثر زيان فحتى الفراكتشيرين زيان الفراكتشيرين أو في الارج بارتكال سايكون أصعب زيان حيكون أصعب عكس الجزيئات الصغار زيان الجزيئات الأصغر يعني راح يكون طحنها أسهل تكسيرها أسهل الامباكت مالتها أقل زيان فهذا هو اللي يتكلم عليه هنا زيان هنا اتجوج دي يقول لك small particles pass through the screen almost as fast as they are formed فدي يقول لك الاجزيئات الصغار بسرعة راح يعبرون من خلال السكرين أول ما يتكونون أو بعد ما يعني يتم عمية الطحنة بسرعة راح يعبرون من خلال هالفتحات مالت السكرين أو الشاشة زيان فهاي تعتبر يعني فايدة زيان أيضا size distribution اللي الطاقية يعني الانتشار مات الجزيئات حيكون نيرو وهذا الشي هم طبعا إيجابي يعني انت حتحصل مثلا particles من العشرة مثلا العشرين ومن العشرين مثلا وتحصل particles من العشرين ومن ثلاثين تحصل يعني أحجام قليلة ما تحصل أحجام هواية زيان هتحصل أحجام قليلة من هالطحن وهالشي إيجابي لأن الآن أريد uniform distribution أنا بالأخير أريد تحجم الجزيئات مالتي يكون متساوي جميع الجزيئات فهذا الشي يعتبر إيجابي أدفانتيج زيان إن شاء الله اللوخ الإيجابيه هنا السبيد السرعة أقدر ألعب بيها زيان ما تتشاك وج السكرين أيضا أقدر أنظفها أقدر بسرعة أغيرها يعني وأنظفها زيان وإلى آخرة زيان وهي طبعا ليش أنا إذا أبدل السكرين أو أجي أنظفها حتى أتخلص من مشاكل الداصل ممكن يصير عليها الغبار هاي مالتي السكرين زيان إضافة إلى هذا ممكن مالتي تتفجر السكرين زيان فأنا حتى أتخلص من هالمشاكل ممكن أبدل السكرين مالتي ممكن أن ننظفها وإلى آخرة فهي تعتبر من الفواد إنه كل الأشياء الموجودة داخل هالجهاز هي قابلة للاستبدال بسهولة وتقدر تنظفها بسهولة زيان فسعرفنا شنو الأدفانتيج أول شي نقدر نحضر بها بارتيكولز من 20 إلى 40 حجم زيان أو حتى الألترا فاي نقدر نحضر عن طريقها وقلنا إحنا كل ما بارتيكولز سائز يسداد حجمها كل ما حان يحتاج إمباكت أكثر أو طاقة أكثر يعني وكل ما يقل كل ما يحتاج إمباكت أقل أو طاقة أقل زيان وأيضا قلنا بشكل عام إنه البروديكت ما تحيكون نارو سايز ديستربيوشن اللي حجمها حتطينيها ما البارتيكولز حتكون يعني متقارباً ببعضها لبعض فهاشي حيكون إيجابي حيحصل يونيفورم ديستربيوشن أكثر هما تقلنا الأكيوبمت الموجودة لدخل هات الجهاز زيان قابل الاستبدال والتنظيف هاشي راح يقلل من الداست الغبار والأكس بلوجين أيضاً من الانفجارات اللي ممكن يصير زيان ولهنا أنا صراحة راح أوقف الجزء الأول زيان راح نكمل باقي المحاضرة بالجزء الثاني فنشوفكم إن شاء الله بالجزء الثاني أنا أتمنى أن أشرح حاجتي الواضح وبالتوفية